موسيقى موسيقى مشاهدين السلام عليكم وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج تقدير موقف من الدوحة أعلنت الحكومة العراقية في 26 من يونيو الماضي تحرير الفلوجة من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية وذلك بعد معركة استمرت نحو شهر مسفرة عن مقتل أكثر من ألف وثمانمائة ممن وصفتهم بالإرهابيين ونزوح نحو مائة ألف مواطن بخلاف نحو عشرين ألفا تم احتجازهم للتحقيق فيما وصفه المجلس النرويجي للاجئين بالكارثة المتفاقمة كما وصف أعداد النازحين بالصادمة وخالفت الحكومة العراقية وحليفتها الولايات المتحدة بالسماح لميليشيات الحشد الشعبي بلعب دور كبير في العملية وهو الأمر الذي طالما أوصل أمريكيون بتجنبه منع لتفاقم التوتر كما كان البدء بالفلوجة مخالفا للتوجه الأمريكي بإعطاء الأولوية لتحرير الموصل كي تكون الإنجاز الذي ربما يحفظ ماء وجه إدارة أوباما قبل تركه البيت الأبيض مع نهاية العام وزاد من تفاقم الوضع الأسلوب الذي اعتمدته القوات العراقية من القصف العشوائي للمدينة والتعامل المتخبط مع ملف النازحين منها انتهاكات وصلت إلى حد اتهامات بالتعذيب المنهجي بحق المدنيين وبات من الصعب التغطي عليها إلى حد دفع رئيس الوزراء إلى تشكيل لجنة تحقيق في الأمر وجاءت تلك تطورات على مشهد سياسي ملتبس بالأساس مع ما يحمله من خلاف في أوساط النخبة السياسية العراقية منذ فبراير الماضي تثير هذه التطورات مجموعة من التساؤلات لماذا بدأت الحكومة العراقية بتحرير الفلوجة قبل الموصل ما التداعية المحتملة للمعركة على التحالفات الداخلية والخارجية لحكومة حيدر العبادي هل تتعمد الحكومة العراقية وحلفاؤها سياسة الأرض المحروقة في معركها ضد تنظيم الدولة وما هي سيناريوهات الحرب على تنظيم الدولة في الموصل معنا في سوديو الدوحة للإجابة على هذه التساؤلات كل من الدكتور محجوبة زويري واستاذ الدراسات الشرق أوسطية بجامعة قطر وإيادة دليمي الكاتب والصحفية العراقي ودكتور حيدر سعيد نائب رئيس تحليل مجال السياسات العربية ودكتور مروان قبلان مدير وحدة تحليل السياسات بالمركز العربي للدراسات ولكن قبل أن نبدأ النقاش نذكر بالحقائق التالية فيما يتعلق بميليشيات الحشد الشعبي هي قوة شبوة عسكرية تم تشكيلها في يونيو 2014 على أثر فتوى المرجعية الشعية في النجف آية الله على السستاني بأن قتال تنظيم الدولة هو مسؤولية الجميع تعتبر الميليشيات التي ترفض وصفها بذلك خاضعة لسيطرة الحكومة العراقية وتعتبرها الأخيرة منضبطة وتعمل ضمن المؤسسات الأمنية قدرت مخصصاتها بستين مليون دولار أمريكي من موازنة عام 2015 انخرطت قوات الحشد في أعمال عنف وانتهاكات ضد السنة في العراق قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن بعضها قد يرقى إلى جرائم حرب تخشى دوائر أمريكية من الحشد الشعبي وتعتبرها أخطر على العراق من تنظيم الدولة تنضوي تحت الحشد الشعبي مجموعة من المنظمات المسلحة من أبرزها عصائب أهل الحق قوة أبو الفضل العباس سرايا عشرة وسرايا الجهاد وسرايا السلام أستاذ ياد دليم يبدأ معك لماذا بدأت الحكومة العراقية بتحرير الفلوجة قبل تحرير الموصل يعني بداية كل الدولار كانت تشير أن تحرير الموصل هي التي ستكون أولوية أولوية على أجندات الحكومة العراقية وقبل ذلك الإدارة الأمريكية لما لهذه المعركة من أهمية كبيرة بالنسبة للطرفيس والطرف العراقية والطرف الأمريكيين لأن التوقيت بدأ غريبا باختيار معركة الفلوجة قبل معركة الموصل وأعتقد أن هذا يستدعي بنا أن نعود قليلا إلى الوراء لفهم أسباب هذا التوقيت الغريب إلى حد ما كانت المظاهرات التي انطلقت بداية من التيار المدني ثم فيما بعد التحق فيها التيار الصدري قد شكلت صدمة بالنسبة لجميع الأطراف العملية السياسية في العراق هذه المظاهرات وصلت إلى حد اقتحام المنطقة الخضراء في نهاية أبريل ثم فيما بعد الاقتحام الثاني قبل نهاية شهر مايو وشاهدنا كيف أن هذا الاقتحام رافقه عمليات اقتحام أيضا للبرلمان ومن ثم لمكتب رئاسة الوزراء وبعد ذلك التظاهر الحاجدة التي قادها التيار الصدري في ساحة الاحتفالات داخل منطقة الخضراء وسمعنا الشعارات الواضحة التي كانت تردد إيران بر 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 بغداد تبقى حرة أعتقد هذه التظاهرات كانت صادمة بالنسبة لأطراف العملية السياسية كافة ومن يرعى أطراف هذه العملية السياسية وتحديدا إيران بالإضافة لذلك كانت هناك التبجيرات التي تعقبت هذه المظاهرات وهي التبجيرات كانت استهدفت مناطق تحديدا شيعية شهدت تبجير في مدينة الصدر ثم في بغداد الجديدة وكانت تبجيرات دموية جدا الحكومة العراقية بدأت بتجيش الناس على أن هذه التبجيرات وهذه السيارات انطلقت من مدينة الفلوجة رغم أن المدينة محاصرة منذ عامين ونصف العام وبدأت تهيئ الرأي العام لمعركة الفلوجة استباقا لما سيحدث لاحقا لأنها كانت تريد أن تجل نفسها مخرجا من هذه الورطة الكبيرة التي وصل إليها التحالف الشيعي الحاكم في العراق حتى أن وزير الخارجي الدكتور إبراهيم الجعفري قال في أحدى تصريحاته أن الخلاف بين أطراف التحالف الشيعي وصل إلى طريق مزود حتى أن كانت هناك مواجهات تحديدا بعد المظاهرة الثانية التي كانت في المنطقة الخضراء واقتحام المنطقة الخضراء كانت هناك مواجهات أدت إلى مقتل أربع متظاهرين اتهم في حينها جماعة منظمة بدر التي يرأسها هادي العامري بأنها هي من كانت تقف وراء قتل هؤلاء المتظاهرين من التيار الصدري أعقب ذلك مواجهات اندلعت في كذا منطقة في بغداد ومن ثم نزلت الميليشيات وتقاسمت حتى مناطق بغداد أعتقد كان الوضع يبدو خارج انطاقة السيطرة سواء بالنسبة للحكومة أو لمن يرعى هذه الحكومة سواء الطرف الأمريكية أو حتى الطرف الإيراني لكن أستاذ دلمي لماذا الإشارة بالذات إلى الفلوجة في حين أن هناك أكثر من محافظة تحت سيطرة تنظيم الدولة هناك من يتحدث عن مقايضة مع القوات الأمريكية البدأ بالفلوجة في مقابل أن تشرف القوات الأمريكية بعد ذلك وتكون معركة الموصل تقريبا من هندسة القوات الأمريكية هل هذا صحيح؟ لا أعتقد أن الإدارة الأمريكية كانت موافقة أو راضية على توقيت معركة الفلوجة لأنها تدرك جيدا أن الفلوجة رغم قربها على بغداد لأنها لا تبدو أولوية لأنها لم تعد تشكل شيئا يهدد بغداد في ظل الحصار الخانق الذي فرض على المدينة لمدة عامين ونصف العام ولكن التوقيت يبدو لي أنه كان توقيتا إيرانيا لإخراج الحكومة وليس الحكومة فقط وإنما العملية السياسية برمتها من أزمتها التي كانت وصلت إليها العملية السياسية يبدو أنها قد وصلت إلى حافة النهايات بالتالي كان لابد من مخرج لإنقاذ هذه العملية السياسية الموصل أصعب بكثير معركة الفلوجة أنا أعتقد أسهل الموصل عندما تحدث عن الموصل أولى الموصل هي معقل تنظيم الدولة مدينة كبيرة ثانية أكبر من العراق عدد السكان بين 2 ونصف إلى 3 مليون نسمة يتوقع أنها تحتاج إلى عدد أكبر كثير من القوات من التجهيزات من التأهيل للقوات العراقية إذن هي معركة أنا أعتقد الأمريكيون يحضرون لها أو يحتاجون للتحضير لها لفترة زمنية أطول الأستاذ أياد أشار إلى نقطة أساسية ومهمة هي أن هروب من أزمة معركة الفلوجة هي هروب من أزمة سياسية اندلعت في وجه أو انفجرت في وجه رئيس وزراء العراقي حيدر العبادي تحديدا في شهر شباط ضغط مقتضى الصدر الشديد باتجاه تشكيل حكومة التقنقراط بدأ كأن الاتحاد أو التحالف الوطني أو البيت الشيعي مهدد حقيقة بالتقويت في هذه الفترة وبدأ رئيس وزراء العراقي ضعيف للغاية في وسط هذا الاشتباك الشيعي الشيعي فأنا أعتقد بأن معركة الفلوجة كانت محاولة لتعزيز مواقع رئيس الوزراء من جهة من خلال تقديم نصر عسكري سهل وسريع له يعزز بداية من موقفه من جهة ومن جهة أخرى يحافظ على تماسك التحالف الحاكم في العراق الأمريكيون من وجهة نظري سايروا حيدر العبادي في ذهابه باتجاه معركة الفلوجة الحصول على هذا النصر السريع لأنهم أرادوا أن يعززوا مواقعه حيدر العبادي نعرف أنه جاء أصلا بدعم أمريكي والولايات المتحدة الأمريكية تقف بشكل واضح خلفه حتى في الأزمة السياسية التي اندلعت في الفترة السابقة على معركة الفلوجة سيروف في هذا أملا في الحصول على هذا النصر العسكري الذي يعزز من مواقعه لا أعتقد أن هناك نوع من المقايضة كانت بين الفلوجة والموصر إنما هذه هي الظروف التي ربما أحاطت بمعركة الفلوجة إنجاز أو محاولة تحقيق أي نوع من الإنجاز لحيدر العبادي هل تحقق له ذلك بالفعل؟ بالتأكيد أنا أعتقد أنه المعركة هي قرار العبادي وليس قرارا أمريكيا لكن أنا خليني أشدد على نقطة أنه كل المعركة ضد داعش هي بالنهاية أرد استعمل التعبير الذي استعملته هو هندسة أمريكية يعني قرار العبادي لا يعني أنه القوات العراقية خاضت المعركة من دون إشراف أو دعم أمريكي لا الأمريكان مثل ما قال الدكتور مروان الأمريكان اضطروا إلى خوض المعركة نزولا عند قرار العبادي لأسباب تخص الخلافات السياسية في الداخل أنا أعتقد المعركة نعم المعركة سيكون لها نتائج كبيرة سرعة هزيمة تنظيم داعش بهذا الشكل طبعا وهذا لم يكن متوقعا أبدا يعني الكل كان يراهن وبما في ذلك كتاباتنا يعني كنا نقول أنه داعش ما خاضر إلى معركة حقيقية لا معركة صلاح الدين وكذا وهذه تختلف عن معركة الفلوجة أنا نفسي كنت أقول هذه أول معركة حقيقية ضد داعش لأن الفلوجة لها رمزية كبيرة لدى التنظيم سرعة هزيمة تنظيم داعش بهذا الشكل أنا أعتقد هذا رح يرتب كل المعركة ضد داعش رح تأخذ غير مسار أنا أعتقد رح تسرع الديناميكي ضد داعش شيء آخر يصار مهم في هذه المعركة واللي يختلف عن باقي المعارك هذه المعركة لم تشهد تدميرا كبيرا للمدينة بعكس الرمادي اللي نتحدث عن نسبة تدميرا تصل إلى 80% وبعكس بيجي اللي تقريبا دمرت بعض التقارير تقول مدينة بيجي دمرت 100% بالكامل لمسحة المدينة يعني وطبعا نسباب مختلفة بيجي صارت ساحة كروفر بين داعش وبين القوات العراقية ورمادي طول المعركة هو اللي ساهم بتدمير المدينة هذه الهزيمة السريعة هو اللي يعني حافظ على أجزاء كبيرة من المدينة لا تزال سالمة يعني المدينة لم تدمر هل هذا يحسب إنجاز العبادي؟ ربما نعم إلى متى؟ يعني يكونوا عن يستثمر في هذا المجاح أنا أعتقد لا تزال القضية معقدة الخلاف الشيعي لا يزال أعمق من قضية نصر في الفلوجة يعني يجب أن نتذكر شيئا مهما أنه في ذروة المعركة كان هناك اختحام دمقرات الأحزاب واختحام المعركة للمنطقة الخضراء وتصاعد للخلاف الشيعي والآن الكلام أنه التيار الصدري يهيئ لمظاهرة كبيرة مرة ثانية ما بعد عيد الأضحى يعني بمعنى أنه هذا الخلاف لم يهدأ سنصل إلى هذا ولكن فقط الفلوجة بالنسبة للموصل إذا كانت هذه المعركة وصفت بالسريعة من حيث الإنجاز ومن حيث دحض وإبعاد داعش عنها هل هذا يمهد السبيل لمعركة في المنصر ربما تكون شريصة أيضا وصعبة ولكنها ممكنة دعيني فقط أعرج سريعا على النقطتين الأساسياتين الأولى بأن المعركة في الفلوجة هي الخيار الإيراني لدعم الحكومة العراقية كان إلى حد كبير المساندة الإيرانية المعنوية والعسكرية في الفلوجة كانت تعتبر نقطة حسن بالنسبة لموقع إيران في المواجهة الحاصلة في العراق الآن وكانت أيضا نقطة تلاقي أمريكي إيراني التصريحات الأمريكية الصادرة بعد عملية تحرير الفلوجة تؤكد على أن الولايات المتحدة كانت مسرورة للمساندة الإيرانية للعراق بمعركة الفلوجة وهناك تصريحات بالغة الأهمية تم نشرها خلال الأسبوع الذي تل المعركة القضية الثانية وهي أن المعركة وقصرها وما حصل فيها أنا أشبه الفلوجة ومعركتها بما حصل العراق بين 91 و2003 الفلوجة كانت محاصرة الفلوجة كانت تحت حصار شديد وما في لا قدرة عسكرية ولا مواد غذائية المدينة كانت ساقطة لوجستيا وعسكريا وهو العراق عام 2003 عندما سقطت الولايات المتحدة الأمريكية فبالتالي أنا لا أرى بأن هناك نصرا مبينا تحقق في الفلوجة فالفلوجة كانت ساقطة استراتيجيا وحتى وجود التنظيم فيها لم يكن بالعادل الذي كان يمكن أن يحسن المعركة بالشكل الذي كان يتصوره بعض الدالسين المحلين بنظر إلى حقيقة أخرى بأن عملية المتابعة والرصد لقوات وتحرق قوات التنظيم من الفلوجة إلى خارج العراق كان واضح أن هناك نوع من استراتيجية لدي التنظيم قبل معركة الفلوجة الآن أين تقود هذه بالنسبة إلى الموصل؟ بالتأكيد التنظيم أثبت في الفترات السابقة قدرته على إعادة تنظيم مواقعه ومواقفه على الأرض لكن بالتأكيد ما حصل في الفلوجة سيكون له تبعات وارتدادات على معركة الموصل لسببين؟ السبب الأول طبيعة معركة الموصل أنها ستكون معركة إقليمية إلى حد كبير معنى آخر نوع من التحالف الأمريكي الإيراني غير المرئي مع الحكومة العراقية وربما أيضا قوى أخرى ربما مشاركة روسية في الموصل لأن معركة الموصل ستكون مرتبطة بالرقة في سوريا وبالتالي هناك أيضا بعد إقليمي لمعركة الموصل البعد الثاني والذي أرى فيه غاية في الأهمية وهو أن معركة الموصل بنظر لما تذكر دكتور مروان إلى طبيعة المدينة وخصوصيتها وعاد السكان فيها ستحتاج إلى نوع من الترتيبات اللوجستية والعسكرية التي في ظني تحتاج بعض الجهد الأكثر دقة من معركة الفلوجة خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار على أقل تبني تصريحات ما يقولون تجنب خسائر مدنية إلى حد كبير في هذه المدينة معركة الفلوجة بالنسبة للموصل لا تعني شيئا سكانيا سنتي إلى الموصل لاحقا لكن أكمل معك فقط بسرعة دكتور محجوب عن التداعيات المحتملة لمعركة الفلوجة على التحالفات الداخلية والخارجية لحكومة العبادي الداخلية أولا في ظني أن المعركة تساعد العبادي على إعادة تعريف نفسه داخليا بأنه الزعيم القادر على ضبط إيقاع المشهد السياسي ولو مرحلية ولو مرحلية لكن باعتقادي أن الضابط الحقيقي لهذا الإيقاع هو مدى قدرة إيران على التأثير على هذه المجموعات العراقية الداخلية التي تساند أو التحالف الذي يساعد نظام العبادي لذلك بالتأكيد هي نصر مؤقت فيه نوع من النشوة للحكومة العبادي لكنها لن تكون قادرة على الاستفادة منها إذا لم تكن قادرة على ضبط إيقاع التحالف السياسي نفسه وقدرته على الاستمرار في هذا العمل لأنه ما هو واضح تماما أنه عندما تتوقف المعارك في مثل الفلوجة أو الموصلة يبدأ أن يسألون عن الخدمات يبدأ أن يسألون عن فشل الحكومة فالحكومة تهرب إلى الأمام بمعارك خارجية وهذا الذي يحصل هناك كر وفر بين مطالب الناس الحقوق العادية لهم وبين حرب الحكومة للأمام في معارك تعتقد أنها مهمة مثل حرب تنظيم الدولة لكن في نفس الوقت ليس الهدى في تنظيم الدولة هو الهروب من ضغوط الشارع العراقي عليها في تحسين المشهد السياسي ومشهد الاقتصادي وحتى المشهد الاجتماعي بشكل عام في الحال فضلا دكتور مرد أنا أؤيد ما ذهب إليه الدكتور محجوب فيما يتعلق تحديدا بوصف ما جرى في الفلوجة أنا أقول طبعا لا يمكن اعتباره هزيمة لتنظيم الدولة أو هزيمة مدوية كما حاولت الحكومة العراقية أن تصورها على الأقل بالأمس كان جون برينان رئيس الاستخبارات المركزية الأمريكية في شهادة أمام مجلس الشؤون الخارجي والقوات المسلحة في مجلس الشيخ الأمريكي وحذر من الأفراط في التفاعل في ما يتعلق بالهزائم التي تلحق بداعش في سوريا والعراق وحذر من أن التنظيم لديه قدرة هائلة على التأقلم مع المتغيرات والوقاء التي تجري على الأرض وبالتالي يمكن أن يعود بطرق مختلفة بأشكال مختلفة أن يقوم بضربات في أماكن أخرى غير متوقعة وهذا ما أثبته داعش خلال الشهور الماضية حتى خلال معركة الفلوجة كان يضرب في مناطق أخرى غير متوقعة حتى يشتت جهد الحكومة والقوات العراقية لكن أعتقد أنه أيضا في نقطة أخرى مهمة هي أن الوضع في العراق جدا معقد وحول معركة الفلوجة بدت هذه التعقيدات لديك ثنائية الحجد وتنائية الجيش لديك العبادي الذي يحاول أن يقطف نصر عسكري للدولة العراقية للحكومة العراقية للقوات المسلحة العراقية للجيش العراقية من جهة وأطراط أخرى تريد أن تؤكد على دور الحجد الشعبي بكل إصرار بمعنى أنه أنا بمجرد نظري المشروع الإيراني في العراق هو تحويل الحجد الشعبي إلى حرس ثوري في العراق يكون موازيا للجيش والقوات المسلحة وبالتالي يشكل أداة إيران الأساسية في ضبط الأمور في العراق لأن الحكومة الإيرانية من جهة نظري لا تثق بالمؤسسات الرسمية بالأجهزة الرسمية لا في العراق ولا في سوريا ولا في مكان آخر تعتمد على ميليشيات محلية تقوم هي بتدريبها بتجهزة وحتى ربما بتمويلها وهذا ما يدفع الإيرانيون إلى أن يفرضوا وجود الحجد الشعبي بعض الممارسات في الفلوجة فقط ربما أنت على علم بذلك أيضا دكتور مروان وضيوفي بعض الممارسات في الفلوجة بعد تحريرها من رفع شعارات وصور لشخصيات معينة ربما تثبت هذه المقولة نستكمل نقاشاتنا في تداعية معركة الفلوجة على حكومة العباد ولكن بعد هذا التقرير حول مستجدات الوضع العراقي نتابع معا مشهد العراق بعد تحرير الفلوجة ليس أفضل من قبله فالحكومة العراقية التي تباهت بنجاح عملية تحرير الفلوجة من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية تعيش فترة عجز أمني نتيجة الهجمات الإرهابية التي طالت مناطق متفرقة من العراق حوالي 290 قتلا وأكثر من 200 جريح كانت حصيلة التفجير منطقة الكرادا الذي يعتبر الأعنف من نوعه من حيث عدد الضحايا منذ احتلال العراق عام 2003 مجزرة أثارت قضب الكثيرين الذين ألقوا اللومة على الحكومة العراقية التي فاشلت في حماية المدنيين كما طالب آخرون بتدخل دولي للكشف عن ملابسات التفجير فيما تعالت الأصوات المطالبة لتسليم أمن بغداد للميليشيات العسكرية لحق مجزرة الكرادا تفجير انتحاري استهدف مرقضا دينيا في مدينة بلد قرب سامراء التي تخضع لسيطرة قوات الحجد الشعبي بالكامل منذ أكثر من عام بعد تحريرها من تنظيم الدولة هذا التفجير الذي أسفر أيضا عن عشرات القتلى دفع بعثة الأمم المتحدة في العراق إلى التحذير من محاولات لجر العراق نحو صراع طائفي لا تحمد عقباه وعلى الرغم من الوعود الحكومية بتحرير المناطق من تنظيم الدولة ورغم تقليص حجمه بالفعل إلا أن الأحداث الأخيرة تضح عدم اتخاذ الحكومة العراقية أي إجراءات تتماشى مع متطلبات مرحلة ما بعد التحرير ومع اقتراب بدء معركة تحرير الموصل التي يراها الكثيرون أولوية مؤجلة ويصفها البعض بأم المعارك يزيد خوف المواطنين من أن يدفعوا ثمن التحرير القادم نتيجة انتقام التنظيم أو انتهاكات الميليشيات المنوض بها عملية استعادة المحافظة إلى جانب القوة العراقية أستاذ يدليمي عندك تعقيب فضل نعم فقط في نقطة حاب أشير إلها معركة الفلوجة لم تكن مطلبا عراقيا بالدرجة الأولى بقدر ما كان مطلب إيراني كما تفضلنا قبل قليل المشكلة لم تكن إنقاذ حيدر العبادي كشخص أو كحكومة وإنما كان عملية إنقاذ العملية السياسية برمتها التي كادت أن ينفرط عقدها حيدر العبادي لم يكن خيار إيران المفضل إلى فترة قريبة ولكن حيدر العبادي عندما وضع في موقف حرج ووضع على المحاك عندما أعلن هذا العامل زعيم منظمة بدر قبل انطلاق معركة الفلوجة بيومين أن على أهالي مدينة الفلوجة المغادرة لأن المعركة ستنطلق وأن أمامهم 42 ساعة لم يكن أمام حيدر العبادي سوى خيار أن يرضخ والرضوخ هو الذي أدى به إلى أن يطلق معركة تحرير الفلوجة ولا يترك زمان مبادرة بيد هذا العامل نقطة أخرى عملية تفضل الدكتور حيدر أن المعركة كانت سريعة أنا تقديري أنه إذا قدرنا عدد الموجودين من تنظيم داعش في الفلوجة في أحسن الأحوال من بين ثلاثة إلى أربع آلاف مقاتل بالمقابل في التحشيدات التي كانت حول الفلوجة حول معركة الفلوجة البعض رفع الرقم إلى ما يقارب الأربعين ألف عسكري مجهزين بآخر وأحدث أنواع الأسلحة مدعمين بطيران أمريكي وطيران عراقي وحتى طيران التحالف الدولي بما فيها دول أخرى ربما لم يذكر اسمها سابقا من عشر إلى واحد بالضبط يعني هذه المعادلة ومثل ما تفضل الدكتور محجوب المدينة كانت محاصلة مدة سنتين ونوص بالتالي المعركة كانت لا أعتقد أنها سريعة ميدال إيس آي الموقع البريطاني وتكلفتها أيضا كبيرة دكتور حيدر قبل أن نمر إلى المحول أنا أعتقد تنظيم داعش تعرض إلى هزة كبيرة يعني حقيقة لنعترف يعني وين الانغماسيين وين التحاريين وين كل السعدادات التي كنا نتحدث عنها التنظيم خرج بسرعة وأنا أعتقد معركة الموسر أيضا لن تكون طويلة دائما نحن في تحليل للتنظيم داعش نقول قوة التنظيم تأتي من قبول الحاضنة الاجتماعية الآن المعطى الأساسي الذي يجب أن يدرك في تصوري الحاضنة الاجتماعية لم تعد متماسكة كما كانت الدكتور محجوب أشار الفلوجة سيطر عليها تنظيم داعش في مطلع 2014 وليس مع سقوط الموسر الحصار وخاصة خلال السنة الأخيرة حتى قطعة الرواتب التي كانت تأتي من البغداد أنا أعتقد هذا الآن التقارير عن الموسر تتحدث أن الموسر تعيش شبه مجاعة الحاضنة الاجتماعية باتت تريد الخلاص بأي شكل لذلك هذا الابروفل الضوء الأخضر التعامل مع الداعش قد ذات انتقام هذا أعتقد انتهى الحاضنة الاجتماعية خلص قررت أن تنهي داعش يعني مع الداعش هو خيارها يعني التقارير من الموسر تتحدث أنه خلص يعني المجتمع الموسري غير قادر على العيش أكثر هي الحقيقة ما نقدر نتعامل مع التنظيم من دون تفاعله مع محيط الاجتماعي يعني هو ليس جيشا نظاميا فلا أنا أعتقد فعلا يعني ما حدث سيتكرر في الموسر غير يبدو لي الجهد العسكري الكبير الغارات المكثفة اللي احنا كنا كنا نستخدم بها شنو عشرين غارة مو بس احنا كباحة دين كان حتى السياسين شنو والله عشرين غارة وخمسة وعشرين غارة ما لها العسكري يعني كان هناك تصور حول الجهد العسكري للتحالف الدولي كان هناك تقريب شو أنا أعتقد لا يبدو لي في نتائج أتت يعني فيه جهد هذه الغارات مرتبطة بجهد استخباري يعني ضرب قيادات وضرب مواقع يعني البعض يتحدث عن القوة النارية الكثيفة المصاحبة للعمليات يعني الجوز هذا يحتاج إلى التحليل العسكري مفصل بس أنا أعتقد على المستوى السياسي التحليل السياسي أنه الحاضنة الاجتماعية وضح اختلف نوصل النقاش في هذه الحلقة عن معركة الفلوجة ولكن بعد فاصل قصير نعود بعده لنطرح سؤال عن إمكانية وربما احتمال تعمد الحكومة العراقية وحلفائها سياسة الأرض المحروقة في معاركها ضد تنظيم داعش نعود بعد قليل أرجو أن تبقوا معنا أهلا بكم مشاهدين من جديد إلى هذه الحلقة من تقدير موقف من الدوحة والتي نناقش فيها معركة تحرير الفلوجة ودور الحشد الشعبي دكتور مروان قبلان هل برأيك تتعمد الحكومة العراقية وحلفائها سياسة الأرض المحروقة في حروبها حروبها في الواقع ضد تنظيم الدولة الإسلامية داعش يعني أنا أعتقد أولا هذا أمر يجب أن نؤكد عليه بأن داعش لم ولن يكون خيارا للمجتمع السني في العراق إنما داعش أمر فرض على هذا المجتمع وللأسف يتم التعامل معه وكأنه متهم ومتعاطف مع داعش حتى لو كان عمليا يعني بالمطلق يرفض خيار داعش وهذا ما جرى في الفلوجة وفي أماكن أخرى حقا يعني جرى في تكريت في العام الماضي عندما تم استعادتها من تنظيم الدولة وشاهدناها مؤخرا في الفلوجة عندما دخل الحجد الشعبي يعني عنوانا برأيي إلى المدينة يعني اليوم رئيس الوزراء حيدر العبادي يطالب الحجد الشعبي للخروج من المدينة في واقع الحال تم تقسيم المدينة إلى قطاعين شمالي وجنوبي وتناوب على حرق ونهب ومعاقبة المدينة الميليشيات الخمس الكبرى المكونة للحجد الشعبي وهي فيلق بدر أو الفضل العباس عصائب أهل الحق كتائب الإمام علي وحزب الله في العراق فتقاسموا المدينة وتم التعاون مع أهل المدينة وكأنهم جميعا ينتمون إلى تنظيم ناعش يعني تم اعتقال بحدود 18 ألف إنسان تم التحقيق معهم تم فرز الشباب عن باقي المجتمع وهناك عدد مئات حتى الآن مختفين غير معروف منصيرهم تم تنفيذ إعدامات ميدانية هذا صحيح تم تنفيذ إعدامات ميدانية إذن يتم التعاون مع المجتمع مع هذا المجتمع المحلي وكأنه يعني ينتمي أو كان له خيار فيما يتعلق بوجود تنظيم ناعش في المدينة وكأن تنظيم ناعش لم يستولي على هذه المدينة بالقوة ورغما عن أهل المدينة هناك مناشار دكتور مارون في هذه النقطة بذاتي لأنه ربما تملم المحلي في عدد من المحافظات من أداء الحكومة يعني تقديم الخدمات وغيرها في ظرف صعب ربما جعل الأهالي يتبنون ربما يتبعون سياسة سلبية إلى حد ما أوحت بقبول الأهالي لوجود لأن تنظيم قيل فيما قيل أنه أحسن أداء أنا أعتقد أن الموضوع ليس موضوع خدمات لأن موضوع خدمات ينطبق على جميع المواطنين العراقيين سنة والشيعة شاهدنا مظاهرات قامت بها المواطنين الشيعة في جنوب العراق في البصرة وغيرها من المحافظات العراقية عمليا في مواجهة التقصير الكبير للحكومة فيما يتعلق بخدمات الماء والكهرباء وغيرها لكن أنا أعتقد أنه فيما يتعلق بالمجتمع السني تحتية الإقصاء السياسي هي المشكلة الكبرى المشكلة الأساسية السنة مهمة شيء منذ تقريبا الغزو الأمريكي للعراق تقريبا هم خارج العملية السياسية وممثليهم المشاركين في العملية السياسية إلى حد كبير لا يمثلون هذه المجتمعات يعني هم مفصلون بشكل كامل عنها وشاهدنا أن نحن نعرف حجب الفساد بين النخب السياسي العراقية السنية وغير السنية ولذلك هذا المجتمع عمليا السني لا يعترض بأن هذه النخب تمثله وهو يشعر بإقصاء وتهميش مطلق في العملية السياسية هذا ما يجعله يعني يذهب باتجاه خيارات أخرى من جهة ثانية يعني ما حصل في الفلوجة يعني نحن أمام إما داعش وأما الحج الشعبي يعني إذا دخل الحج الشعبي شاهدنا ماذا فعل في الفلوجة وإذا بقي داعش ندفع الثمن يعني المجتمع السني العراقي يدفع الثمن على كل الأحوال والخيارات التي أمامه يعني وضع أمام هذا الخيار يعني القصوين إما الحج الشعبي المصر على اتهام المدى المجتمع بأنه جزء من تنظيمه أو متعاطف مع داعش أو تنظيم ناعش الذي يفرض نفسه على هذا المجتمع ويدفعه إلى دفع أثمان غارية فيه دكتور محجوب هل عامل الزمن ربما والحرص من جانب الحكومة العراقية ومن يدعمها إيران تحديدا على تحقيق إنجاز سريع ربما هو الذي جعل الحكومة ومن خاض مع هذه المعركة تتبنى وتعتمد ما سميه بسياسة الأرض المحروقة يعني إنجاز تحقيق إنجاز كلف الأمر ما كلفه هذا جزء من التحليل لما جرى بالتأكيد حكومة العبادي ومعها الحجل الشعبي ومعهم إيران يريدون تحقيق إنجاز يرضي قواعدهم الشعبية ربما يحققوا يرسلوا رسالة الأمريكان بأنهم فاعلين عن الأرض لكن خلينا نعود خطور الخلف شوي حتى نفهم ما تفضل به دكتور مروان قضية أنه لماذا يلام قطاع من الشعب العراقي مثلا في الفلوجة على ما حصل الدولة فشلت في إدارة المدن يعني من عندما سقطت المصر لم تكن الحكومة العراقية تدير المصر سقطت من يد الحكومة العراقية من أصلا سقطت الفلوجة إذن الحكومة العراقية عندما فشلت في أدائها وفشلت في إدارة المدن هي الآن تجعل العراقيين يدفعون الثمن مضاعف الثمن دفعوه عندما سقطت هذه المدن بيد تنظيم الدولة والآن يدفعون الثمن مضاعف عندما تخرجهم من يد تنظيم الدولة وفي الحقيقة أن هذا فشل الحكومة الحكومة والنظام السياسي لم يحافظ على المدن يعني أبجديات النظام السياسي أن يحافظ على سيادته على مدنه على حدوده هذه الحكومة لم تنجح في ذلك سقطت المدن منها تباعا ولم تستطيع حتى المحافظة على أمن بغداد لو لست دعم الأمريكي من جانب والدعم الإيراني من جانب آخر وبالتالي المكون أساسي من الشعب العراقي العربي السني دفع ضريبة ضاهظة بسبب فشل الحكومة من جهة وبسبب عدم قدرتها على رعاية المدن ومرة أخرى عندما اكتشفت الحكومة ضعفها وخيبتها وردت أن تستعيد نوعا من كرامتها دفع هؤلاء الثمن مرة أخرى بأن أدينوا على أنهم موالونة أوحاضنة اجتماعية لتنظيم الدول وفي الحقيقة هذا النوع من أنا أسمي زراع الكراهية وتزييف لحقائق التاريخ يعني هؤلاء الناس الذين دفعوا ثمن بالفلوجة ومعتقاد سيد فعثمن بالمصر أيضا نفس الكلام وفي تكريت هؤلاء هم أيضا ضحايا كانوا في البداية ضحايا وسيكونون ضحايا في المحصرة لم يكن لهم دور هم مشوا سياسيا همشوا اقتصاديا همشوا اجتماعيا والآن يراد لهم أن يقاتلوا ويدافعوا عن الدولة كيف لمكون لم يكن له دور في إدارة الدولة أن يدافع عن دولة هو أثناء غير معترف فيها وهذا الحقيقة قضية فقالة العامية دكتور حيدر هل كان أمام الحكومة خيارات أخرى غير القسوة والشراسة في خوض حرب تحرير الفلوجة وغير الفلوجة يعني أنا أعتقد ضروري نرجع لقصة الانقسام الشيحة حتى نفهم بدقة ما الذي حدث يعني هناك تيار بالتأكيد تيار شيعي قوي ونافذ وهو المتمثل بالحجز الشعبي وهو القريب من إيران هو أصلا يعرف المعركة بالعراق بأنها معركة طائفية والانتقامات التي مورست مورست من قبل هذا التيار تحديدا لذلك بالمناسبة كان المجتمع السني في العراق كان هو يريد عبدالوهاب الساعدي قائدا لهذه المعركة لأن هذا القائد العسكري متنبن وغير طائفي وهو ينتبن الجيش العراقي الانتقامات مورست هو شيء شيعي وانا يقول الساعد يتصور الجهود العربية يعرف ماذا يعني الساعد وهو العشيرة شيعية من جنوب العراق الانتقامات مورست حتى قبل دخول مدينة المذبح الكبرى ينتقبت صارت في الصقلاوية الصقلاوية جرى بها بين يوم ثلاثة حزيران إلى خمسة حزيران هذا عندما تحدث عن تقارير هناك أكثر من ستمائة شخص هناك خمسين شخص قتلوا هناك يعني تحقيق مورس خارج الأطر القضايا فنحن نتحدث ما جرى في الصقلاوية تعديدا اللي يعني البعض بدأ يسميها المذبحة الآن حين نتحدث عن يعني هذا أنا أعتقد هو المبحث الأساسي عن مرحلة ما بعد داعش هذه القضية كثير مهمة أنا أعتقد هنا هو دور الحكومة العراقية مورسة انتقامات منهجية وتعذيب منهجي ضد مدنيين الفارين من المدينة أنا أتحدث حتى هذا ممكن يكون أداة يعني أنا أقول المجتمع السني مرة أخرى مد يده إلى الحكومة المركزية في بغداد وأنا دائما أقول السنة هم بنات التقافة المركزية في العراق ثقافة الدولة المركزية في العراق هو ما يتصور نفسه خارج إطار الوطنية العراقية المركزية حين لما أقول أن هذا المجتمع خلص يعني هو حتى لم يرد لداعش أن تكون حتى ذات انتقام يعني هناك يد ممدودة مرة أخرى لكن كيف تتعامل الحكومة العراقية مع هذه اليد الممدودة أنا أعتقد واحدة من التحديات الأساسية ما أسميه تيار الاعتدار الشيعي والعبادي جزء منه هو تقديم من ارتكب لكنها هذه النقطة الصراعية الشديدة تقديم من ارتكب الجرائم أمام القضاء هذه نقطة طمأنة مهمة ومحاولة لعادة منها الثقة مع المجتمع السني طبعا غير كل ملف ما بعد داعش اللي هو ملف شديد التعقيد أشار دكتور محجوب لقضية أنه الناس تريد خدمات الناس تريد ترجع لبيوتها ونحن نتحدث عن أزمة مالية في بغداد الناس تريد ترجع للمدارس الفلوجة بها جامعة بالمناسبة تريد ترجع لجامعة الفلوجة تريد تفتح مرة ثانية ثم الملف الآخر ما بعد داعش على المستوى السياسي هذا لا ينبغي أن يكون غائبا والله ما حققنا نصر بمدة شهر أنه لازم القضية خلص المنتصر يفرض شروطة على المهزوم بين قوسين اللي يرجعون للان اللي لا يعرف الناس بوصفهم مهزومين المهزوم هو تنظيم الدولة هو داعش كيف إعادة التطبيع السياسي مع بغداد هذا أمر كثير مهم على المستوى المحلي وهذا اللي شفنا بالرمادي صار صراع ما بعد تحرير الرمادي بين النخب السنية المحلية صراع بين عبداللطيف الهماين برئيس ديوان النخب السنية وبين الحزب الإسلامي صارت تهمات متبادلة جزء ما نقدر ندخل بالتفاصيل أنا أعتقد كل هذا رح يصير يعني إذا كان عدد نصر خلال شهر فأنا أعتقد مرحلة ما بعد داعش معقدة بشكل أكبر بناء السلام وعادة بناء الثقاء معقدة بشكل أكبر أعتقد أن الفلوجة ليست المدينة الأولى التي تخرج عن نطاق سيطرة داعش وتسعاد إلى الحكومة العراقية المشكلة في كل المدن السابقة إذا تكللنا عن جرف الصخر مدينة جنوب بغداد كان هناك تنظيم أو يقال أن كان التنظيم هناك تمت عملية معركة بعد المعركة سعيد السيطرة على المدينة من قبل الحكومة العراقية وتم إجلاء سكان المنطقة هذه بالكامل ولم يعود إليها إلا الآن هذا الكلام نتكلم عن أكثر من سنة نتكلم عن ما جرى في صلاح الدين في تكريد نتكلم عن ما جرى في بيجي المشكلة الحقائق تشير إلى أن الحكومة العراقية أو من يمث صراحا لا ستطع نسمي حكومة العراقية لأن حكومة العراقية يكون لديها ميليشيات مسلحة تفوقها قوة وقدرة وعدة وتسليحا وقرارا سياديا سياسيا وبالتالي قبل أن نمر إلى نقطة أخرى مهمة سيد دليمي في العنف الشديد الذي انتهج في معركة الفلوجة أو حتى معتبر انتصارا ونصرا مبينا كيف يتحمل المسؤولية؟ من يجني ثمار هذا الانتصار؟ قوات الجيش العراقية ومن باقية من أن الحجد الشعبي؟ كان الكلام قبل معركة الفلوجة أن الحجد الشعبي لن دخل المدينة ولكن ما جرى أننا شاهدنا أن الحجد الشعبي دخل المدينة بالمناسبة أول ما بدأ القصف على المدينة كانت الحجد الشعبي مليشيات الحجد الشعبي هي بدأت القصف البعيد المدى في البداية ما بعد دخول الفلوجة شاهدنا أن الحجد الشعبي تواجد وبكثافة وبقوة في داخل المدينة حتى المدينة التي سلمت إلى حد ما من عملية التدمير أثناء عملية التحرير كما تسمى عاد هذا الحجد الشعبي بمليشياته لحرق المنازل وتدبير المنازل وسرقة المنازل حتى المدينة عندما سلمت من التدمير جاء الحجد الشعبي وفعل كل ما فعل أنا فقط أريد أن أرجع قليلا للوراء تنظيم القاعدة الذي كان يسيطر على مدينة الرمادي تحديدا ما بين عام 2004 و2005 حتى أن القائد العسكر الأمريكي للعراق ريكاردو سانشيز آنذاك في تصريح شهير في المنطقة الخضراء قال ربما فقدنا الرمادي إلى الأبد أو الأنبار لأن القوات الأمريكية لم تستطع تجابي هذا التنظيم القاعدة الذي هو الأب الشرعي للداعش من الذي أخرج تنظيم القاعدة من الأنبار الصحوة الصحوات التي شكلت من أهالي الأنبار بالتالي أهالي الأنبار تحديدا لديهم تجربة سابقة مع الأب الشرعي لهذا التنظيم لم يكن خيارهم داعش أبدا لم يكن خيارهم داعش ومع ذلك حسبوا عليه بطريقة وأخرى وصاروا يتهمون على أنهم هم من وفر الدخول بالعكس الحكومة هي التي سهلت حتى في بعض التقارير كانت تشير إلى أن هذا التنظيم الذي كان متواجدا في الصحراء لسنوات من سهل إليه عملية الدخول كانت القوات العراقية التي انسحبت فجأة من الرمادي نوصل نقاشنا حول سيناريوهات الحرب على تنظيم دولة في الموصل ولكن بعد أن نصارض بشيء من التفصيل تاريخ الصراع بين الحكومة العراقية وتنظيم الدولة وذلك في التقرير التالي نتابع معا في عام 2004 كانت نجأة تنظيم القاعدة في العراق عندما غير الزرقاوي اسم جماعته من التوحيد والجهاد إلى تنظيم قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين ظل الزرقاوي على رأس التنظيم لقرابة عامين إلا أنه اغتيل في غارة جوية بالقرب من مدينة بعقوبة وبعد عدة أشهر تأسس تنظيم الدولة الإسلامية في العراق على يد أبو عمر البغدادي وأبو أيوب المصري وفي عام 2010 قتل الرجلان في عملية عراقية أمريكية مشتركة ليتولى أبو بكر البغدادي قيادة التنظيم بقي التنظيم في الظل لقرابة ثلاث سنوات لكن سقوط الرقة السورية عام 2013 دفع البغدادي لإعلان تأسيس تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام في ديسمبر من عام 2013 سيطر تنظيم الدولة في العراق والشام على مدينة الفلوجة وأجزاء من الرمادي مركز الأنبار وبعد أقل من شهر أحكم التنظيم قبضته على الرقة السورية معلنا إياها عاصمته وفي يونيو من عام 2014 استولى التنظيم على الموصل مركز محافظة نينوى وتكريت مركز محافظة صلاح الدين في أقوى هجوم له منذ التأسيس ولكن القوات العراقية وبدعم إيراني سرعان ما استعادت أجزاء كبيرة من تكريت وفي ذلك الوقت تقريبا طلبت بغداد رسميا من الولايات المتحدة شن غارات جوية ضد التنظيم تنظيم الدولة عاد ليسيطر على المنطقة الحدودية الاستراتيجية بين دير الزور السورية والأراضي العراقية مستوليا على مدن عراقية جديدة ومعلنا قبل نهاية الشهر قيام الخلافة الإسلامية تحت مسمى الدولة الإسلامية في أغسطس عام 2014 دخل التنظيم سنجار وزمار في كردستان العراق مهجرا آلاف المواطنين الأزيديين ثم استولى على سد الموصل أهم سد في العراق ليعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما بدء الغارات الجوية لمساعدة الأزيديين وبعد عام سيطر التنظيم على الرمادي بعد انسحاب الجيش العراقي ولكن القوة العراقية استعادت مصفات بيجي الأكبر في البلاد في أكتوبر 2015 وقبل ذلك استعادت القوة الكردية سنجار في نوفمبر في نهاية 2015 استعاد الجيش العراقي الرمادي وفي الأسبوع الأخير من يونيو الماضي استعاد الجيش العراقي مدينة الفلوجة ليعلن بعدها العزم على بدء عملية تحرير الموصل بعد عيد الفطر دكتور حيدر سعيب بعد فلوجة سيناريوهات الحرب على داعش في الموصل كيف تبدو؟ يعني الموصل مثل ما قال الدكتور مروان هي بالتأكيد أكثر تعقيدة بسبب حجم المدينة ووضعها ومساحتها غير فيه التعقيد الثاني أنا أعتقد يعني ربما التعقيد العسكري في الأنبار عموما يعني محافظة الأنبار بالمناسبة المحافظات التي تتمتع بانسجام مذهبي هي كلها سنة محافظة الأنبار يعني والأمريكان يبدو أن يشتغلوا على بناء ماسومي الحجز العشاري اللي هم خليط من متطوعين عشاريين وبقايا الصحوات وأنا أعتقد ذلك كانوا طرف أساسي بالمعركة في الموصل سيكون هناك أكثر من طرف لأن الموصل أصلا مدينة يعني الموصل وضواحيها فيها اختلاط يعني مثلا تلحفر على سبيل المثال تلحفر مدينة مختلطة تركمان يعني ليسوا عربا وتركمان سنة والشيعة يعني في جزء كردي داخل مدينة الموصل لذلك يعني البشمرقة ستكون طرفا أساسيا في هذه المعركة وكلها نعتقد الجهد الأمريكي للبناء والإشراف صار لزمان يشتغل على إعداد قوات البشمرقة تحديدا لخوض هذه المعركة هناك حديث عما سمي بالحجد التركماني واللي يبدو لي هو حشد من التركماني الشيعة وهذا يبدو لي التصريحات قادة الحجد الشعبي بالفترة الأخيرة كان هناك إصرار في تصريح شهير لهذه العامة يعني بالأيام الماضية اتحدث عن ضرورة أن نكون في معركة الموصل وأنا أعتقد ربما الحجد التركماني هو الذي سيكون طرف يعني يبدو مبني من أبناء مدينة تلحفر هناك أيضا أبناء الموصل المحافظة السابقة قد يتحدث عن بناء قوات سواء أثير أو من مناطق جنوب الموصل منطقة القيارة والشرقات وما إلى ذلك يعني معركة القيارة بدت منذ مدة حول هذا أيضا القوات العشارية أنا أعتقد التركيبة التي ستخوض القتال في الموصل هي تركيبة مختلفة بالكامل أكثر تنوعا من معركة بالتأكيد أنا أعتقد بالتأكيد دكتور مروان غير طبعا الجيش العراقي بالتأكيد هناك أعتقاد بأن معركة تحرير الموصل ستكون معركة من أجل النفوذ أكثر من كونها معركة من أجل التحرير هل هذا أعتقد أعتقد أن معركة الموصل تحريرا قرارها سيكون أمريكي يعني الولايات المتحدة الأمريكية نحن نعرف أن رئيس أوباما وتحدث عن هذا بشكل واضح وصريح بأنه سوف يبدل جهده لاستعادة الموصل قبل أن ينهي ولايته الرئاسية بمعنى أن تحرير الموصل هو هدف هذه الإدارة خلال ست أشهر القادمة وهناك جهد أمريكي واضح عمليا في الإعداد والاستعداد لهذه المعركة سواء من خلال تدريب كوادر محلية عراقية لخوض هذه المحركة لكني أعتقد من جهة أخرى أنها ستكون لها امتدادة إقليمية يعني أنا أتوقع دور إيراني ودور تركيا أيضا تركيا جدا مهتمة بالموصل نحن نعرف تاريخيا علاقة الموصل بتركيا من جهة لكن استمعت إلى حيدر العبادي بطار مشكلة حوله بعشيق دكتور مروان سيد حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي منذ يومين قال أي تحرك تركي بخصوص الموصل سيعتبر أعلان حرب هل هذا سيلجم تركيا أنا أعتقد هناك مشكلة قبل بضعة أشهر ثالث بسبب وجود تركي في بعشيقة لكن نحن نعرف أن الوجود التركي في بعشيقة هو بعلم الحكومة العراقية حتى بتفهم ضمن مع الحكومة العراقية أنا أعتقد أن العبادي يوجه هذا الكلام لمسامع إيران لأن الاعتراض الحقيقي على دور التركي في الموصل هو اعتراض إيران واعتراض من أدوات إيران في العراق نحن لا أحد يستطيع أن ينكر علاقة تركية بمدينة الموصل التحيد يعني هناك علاقة تاريخية وطيدة ووشائج وثيقة عمليا بين تركيا وبين مدينة الموصل هذا من جهة ولا ننسى بأن الدور التركي أيضا من خلال أكراد العراق نحن نعرف بأن البشمرقة هناك علاقة قوية جدا بين حكومة إقليم كردستان العراق عملية وبين تركيا والأتراك يلعبون دور أيضا فيما يتعلق به يعني أنا متوقع أن الأتراك سوف يلعبون دور سواء من خلال الأكراد يعني ما ننسى أن معركة عين العرب في سوريا جرت تركيا هي التي نقلت البشمرقة عبر أراضيها إلى معركة عين العرب في سوريا وسيكون من خلال التركمان أيضا لأن هناك أيضا علاقة بين تركيا وبين تركمان العراق في إضافة إلى ذلك هناك تغيره المشهد الأقليمي التقارب الروسي التركي سينعكس بماراكة الموصل بعبارة أخرى تركيا ستحرص من خلال روسيا في الضغط على إيران فيما يتعلق مع راكة الموصل تركيا لها في تحركات السياسية الأخيرة تريد تغيير نوع في المعادلات الموجودة في المنطق بمعنى آخر معركة الموصل لن تكون معركة الموصل بعيدة عن معركة الرقة في سوريا بمعنى آخر كما تذكرون سقوط الموصل كان مرتبطا بغرب سوريا القضية كانت بشرق سوريا وبالتالي هناك ارتباط جغرافي لن يكون مفصولا وفي ظني الأتراك في خطواتهم السياسية عبر التقارب مع روسيا وعبر الانفتاح أكثر والتنسيق مع الأكراد بشكل أساسي هم يريدون تغيير معادلات على الأرض ونوع من تجنب الخيار الإيراني فيما يتعلق في معركة الموصل وباعتقاد أن روسيا ستكون حاضرة كما تفضل الدكتور مروان أمريكا ستعد المعركة لكن أمريكا أيضا لن تكون بمفردها في هذه المعركة أمريكا ستعتمد على حلفائها ومنهم تركيا بشكل أساسي وفي ظني روسيا لن تكون بعيدة باعتبار دورها في زوريا عفوا سيكون واضح وبالتالي معركة الموصل ذات صبغة أقليمية دولية بشكل أساسي والكل يريد أن يسجل اسمه في سجل الفخر في تحرير الموصل وتحرير الرقة باعتبار أنهم معركة أنا أختلف مع دكتور محجوب أنا أعتقد في تقاسم نفوذ بين روسيا والولايات المتحدة أنا لا أعتقد روسيا ستدخل في العراق روسيا منطقة النفوذة الأساسي هي سوريا أنا هذا التصور طيب أستاذ أدليمي فقط بما أنه تحدثنا كثيرا عن إيران ودور إيران هل سيكون الحشد الشعبي في معركة الموصل نفس القوة والزخم والثقل كما في الفلوجة هذه العامر يقول الحشد الشعبي جزء أصيل من القوات التي تقاتل من أجل العراق وتحرير العراق إلى غير ذلك ولن يمنع أحد الحشد الشعبي من دخول أي مدينة يعني إلى ماذا ربما يلمح ويجهز هذا الكلام أولد أنا تقديري أن معركة الموصل بدأت يعني عندما نتابع الأخبار هناك اليوم معارك في مخمور معارك في سنجار معارك في القيارة معارك في الشرقات وهذه كلها مناطق حيوية بنسبة للمدينة موضوع مشاركة الحشد الشعبي في معركة الموصل أتوقع أن بعد الذي جرى في الفلوجة لا أحد سيمنع الحشد الشعبي من المشاركة في الموصل بغم كل التحفظات التي عليه بمساطة جدا لأنه يعني معركة الفلوجة أعقد بكثير من ناحية الاجتماعية والديمغرافية والطائفية والعرقية وكل هذه التفاصيل ومع ذلك شارك الحشد الشعبي رغما عن أنف أمريكا وأنف الحكومة العراقية بالتالي لا أعتقد أن هناك من سيمنع الحشد الشعبي من المشاركة في معركة الموصل وإن كان برداء آخر مثل ما تفضل الدكتور حيدر قبل شوية تشكيل الحشد الشعبي التركماني وبالنهاية هذا الحشد الشعبي التركماني حتما هو جزء من هذا الحشد الشعبي الكبير أعتقد أن معركة الموصل بتعقيداتها الكثيرة التي تفضل الزملاء في الحديث عنها تستدعي أتوقع مقاربة أمريكية أخرى تختلف عن معركة الفلوجة هذه المقاربة لا أعتقد أن هناك يوم لانطلاق معركة الموصل لن يكون تقديرا لن يكون يوم لانطلاق معركة الموصل كما حدث في معركة الفلوجة وإنما المعركة عمليا بدأت كل التفاصيل والمعلومات الواردة من أطراف الموصل وهي أطراف نواحي كبيرة جدا تشير إلى أن هناك معارك وهناك اشتباك شبه يومي هناك عملية تحرير لعديد من القرى على الطريق الواصل للموصل قد نكتشف فجأة في لحظة ما أن القوات التي ستحرر الموصل ربما تكون قد اقتربت من أسوار المدينة دون أن يكون هناك إعلان مسبق وبطريقة مهرجانية كما حصل في الفلوجة الموصل مشكلتها الأكبر غير التعقيدات الإقليمية والمحلية أن هناك اثنيا ما يقارب المليون ونص مدني موجودين في داخل المدينة إذا نحن نتكلم عن الفلوجة في أحسن الأحوال كان فيها 90 ألف مدني وشاهدنا كيف عجزت الحكومة والمنظمات الدولية والمنظمات المحلية في استيعابهم وما زالوا منذ ما يقارب الشهر في الصحراء في هذا الحر الذي تصل فيه الحرارة 50 درجة مئوية ترى كيف سيتعاملون مع مليون ونص مدني موجودين الآن في الموصل تحت سيطرة التنظيم دكتور حيدر إذا ما هزم بين قوسين تنظيم داعش في الموصل هل سيخرج من العراق هل سينتهي وجوده من العراق نهائيا صعبه وإحنا ليش نقوله وخلينا نفهم السياق السوسيوسياسي الذي يظهر بالتطرف التطرف هو نتاج أزمات هو نتاج دول فاشلة ما لم يكن هناك تطبيع سياسي ما لم تكن هناك عدارة سياسية لكن داعش يعتبر موصل عاصمة الخلافة يعني الأمر أبعد مجرد غضب من الحكومة المركزية هناك عالمة يبدو يعني مشروع كامل بالنسبة للمستقبل لا أنا أجلس حتى على هذا البرنامج أنا ضد المقاربة الأديوروجية لداعش داعش ليس تنظيما أديوروجيا داعش هو تنظيم وسلح هو نتاج أزمة سياسية داعش هو نتاج تهميش السنة في العملية السياسية في العراق يعني داعش ليس مشروعا أديوروجيا ليس مشروع دولة ونحن نعتقد أنه والله سنة العراق أتم مشروع دولة خلافة أو ما على ذلك هذا ليس صحيحا لا أبدا يعني هذا المجتمع وليس مع داعش بكل تأكيد هذا مجتمع يريد الخلاص بكل تأكيد لذلك أنا أعتقد يعني إذا لم يجري التطبيع السياسي إذا لم يجري حل الأزمة السياسية إذا لم يجري حل الجذور التي أنتجت داعش أنا أعتقد أننا ربما نكون أمام تنظيم أكثر تطرفا من داعش لا أحد عنده ضمانة بأنه التطرف سينتهي التطرف سيكون موجودا تطرف بحاجة إلى سياسة وليس بحاجة إلى معالك يعني هو قد يفقد المدني الصحراء من حيث أدى الموجهة النظرية يعني صحراء الأنبار واسعة هناك أيضا بادية الشام هناك تواصل جغرافي بين الأثنين أنا أعتقد أنه سيخرج المدني الصحراء ليعود مرة أخرى بشكل أشرس ربما أو بشكل جديد ما لم تحل المشكلة السياسية معنا كلنا ننتظر طويلا الأعلان رسميا تم أن المعركة في الموصل ستبدأ بعد العيد وصلنا بهذا الختام حلقة اليوم من برنامج تقدير موقف نشكر ضيوفنا في الختام الدكتور محجوب زويري أستاذ دراسات الشرق أوسطية بجامعة قطر وأشكر إيادة ليمي الكاتب والصحفي العراقي وأشكر أيضا للدكتور حيدر سعيد نائب رئيس تحرير مجلة سياسات عربية والشكر موصول للدكتور مروان قبلان مدير وحدة تحليل السياسات بالمركز العربي للدراسات والشكر أيضا لكم مشاهدين على متابعتكم لهذه الحلقة وما سيليها من حلقات هذه تحية لكم أينما كنتم من الدوحة إلى اللقاء اشتركوا في القناة